السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 30 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة أربعة من عصر يوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لبرج الأسد طبعا القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6.59 دقيقة من صباح اليوم الخميس لينتقل القمر بعديها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر بما إنه موجود في برج السرطان معناته خلال هذا اليوم منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان الشيء بسيط منحاول خلق جو من الأمان إلى أنفسنا لا أحبانا لا أطفالنا برضو من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى يعني ما هي كعننا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي احنا بحاجة للمزيد من الاهتمام وخصوصا بما يتعلق بالأكل والشرب ومراقبتهم لأنه بالفترة هاي شهيتنا بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب تجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو الاهتمام أكثر بأطفالنا وقضاء وقت ممتع بالمنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية وحيدة فقط موجودة وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة التسعة وتسعة عشر دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتمنحنا أفكار فريدة مبتكرة متعة تسلي غير متوقعة برضو بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا المعدة الكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئى وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيغلف الأعضاء الموجودة داخل البطن وبرضو الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر بالنسبة لهذا اليوم طبعا هاي الأعضاء بالنسبة للعمليات الجراحية ما مننصح لإجراء عمليات كبرى لا إلها عمليات صغرى أو فحصات علاجات مراجعة طبية ما في أي مشكلة ولكن عمليات كبرى ما بنصح فيها إلا إذا كانت اضطرارية أما عمليات صغرى ما في أي مشكلة بالنسبة لعمليات التجميل طبعا ما في أي مشكلة اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج السرطان معناته خلو المسار القادم زي ما ذكرنا رح يكون يوم الغد الجمعة بيبدأ الساعة وحدة وست دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة أربعة عصرا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعديها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 17 يوم في تمام الساعة خمسة وثمان دقائق بعد العصر بصير 18 يوم نسبة الإضاءة 87% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 سعيدة بنسبة 50% القمر في السرطان حتى يوم 1-12 سعيد بنسبة 30% عطارة في القوس حتى يوم 1-12 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 45% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 3-1 12 منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% البلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكو في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهمش إنكو ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاولوا إنكو تخصصوا فترة من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو ضاغط والمسؤوليات كبيرة ممكن تكون على موعد بيتعلق بارتباط مهم ما بجوز الفشل برضو احتمالية إنه يكون في بعض المصاريف المنزلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية الطاقة عندكم عالية جدا بتقدر تدافع عن مبادئك ولكن دافع عنها بليوني ودبلوماسية وانتبه لكلامك ممكن اليوم تتمم بعض اللقاءات أو الاجتماعات اللي بتتعلق بعمل أو دراسي أو مناقشي أو مقابلة وتتخذ خلالها بعض القرارات المهمة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بيفتح لكم مجال لفرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء أنه تخففوا من النفقات قدر المستطاع بتميل للتفاوض والمساومة وبتنشط بالرحلات والاتصالات وبتنجز كثير من الأمور واليوم رح تتجرى على النقاش في كثير من المواضيع فترة مناسبة لبحث المواضيع المهمة ولتقديم الامتحانات وبرضى للمطالبة بحقك أو ببعض الأموال اللي بتعود لك عشان هيك حاول تمارس صلاحياتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار أو تظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها الأجواء دعمل إلك بشكل قوي حتى اليوم أنت ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر عن ناحية العاطفية برضو الأجواء جيد وممكن اليوم يصل لك خبر تنتظره يعني اليوم في صفحة أو قرار جديد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب عليكم حاولوا منك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل وتخلدوا للراحة وحاولوا انك تعملوا بشكل روتيني بدون ما تبادروا بأي شيء جديد ممكن اليوم بعض موليد برج الأسد يكونوا مرهقين أو قليلي الحماسة أهم شيء أنك ما تنتظر جواب لأن الظروف فارغة وأي شخص بيوعدك في شيء بعادي توقع أنه ما رح يوفي فيه ابتهدأ الأجواء وبتخف وطيرتك حتى الركود لا تستعجل أمر عشان ما تخيب آمالك وحاذر من التراجع الصحي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اليوم اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد أي شخص اليوم عشان اليوم حسسية الناس عالية جداً فعشان هيك ممكن تنفهم بشكل خاطئ برضو اليوم بيحمل لك فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم وهي الفترة مناسبة لطلب الاستشارة أو التأييد من أحدهم انت بتملك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حالياً وحاول انك تلعب دور بناء برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم يعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو بيحمل لك هذا اليوم مسألة شخصية ممكن تسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق ببعض الأمور برضو في بعض الأمور اللي بتتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة برضو بتكون بدها بعض الاهتمام أهمش إنك ما تجازف باستقرارك ومعنوياتك وشخصيتك حاول إنك تهدئ من روعة يعني في نوع من أنواع التوتر وما تشوه سمعتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد أو حتى على مستوى الدراسة الجامعية أهم شيء إنه تكون أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة هاي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات ولا التحالفات ولكن حاذر من بعض التقلبات الصحية رغم إنه ما في أي مخاطر إلا إنه اليوم في مكاسب كثيرة حتى على المستوى العاطفي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة يعني المال اللي معك شريك فيه رغم النفقات إلا إنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض سارع لتصحيح الأخطاء ولا استعادة ثقة الآخرين لا تسمح للخلفات بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقش فاوض وما تتهرب من واجهة الأمر الواقع وعبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أي شخص اليوم مكاسبك كلها بتيجي عن طريق بنك ضريبة تهمين ميراث أو استرداد بعض الأموال برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر موجود مقابلكم تماما بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء شركاء العمل أو العاطفي أو الأزواج فترة متوترة وممكن تتورط في أزم ما لأن طاقتك ضعيفة وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين من طبيعة تفكيرك أو الأشياء اللي مقدم عليها وهذا بالوقت هذا طبعا ما فيه أي مشكلة لهذا التراجع أهم شيء أنه برضو اليوم لا توجه أي انتقاد لأي شخص وحاول أنك تبعد عن المشاكل لأنك الحلقة الأضعف بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم ولا تدخلوا في مواجهة مع زميلكم أو زملائكم بالعمل أو زبائنكم ابتكثر اللقاءات والاجتماعات ممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بموضوع صحي ابتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها وحاول أنك تكون حريص على عملك وباكر إليه وانجز أعمالك الضروري بعدين انتقل للعمل الأقل ضرورة وما تشتت حالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم وما تفرضوا سلطتكم عليهم عشان الأجواء تكون ممتازة اليوم تقهرب أو تقرب من الأحبة ممكن تمارس هواي أو ترفع عن نفسك أو تحتفل اليوم بإنجاز أو انتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر هاي الفترة أو هذا اليوم فترة مثمرة فيها كثير من الانشغلات والتحركات لا وفترة فيها حظ ونجاح وتقدم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء